موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تدول ناشطون على مواقع تواصل الاجتماعي اليوم السبس ورحزين ومؤلمة جدا لشاب في المقبرة وهو يقوم بدفن أخوائه الصغيرين والذين توفي ليلة أمس الجمعة بعد انفجار إحدى المساكن الخاصة في ولاية ورقلة وهي الحادثة التي أحزنت سكان المنطقة والجزائريين كثيرا بعد تدول الخبر صباح أمس على وسائل الإعلامة والتواصل الاجتماعي وللإشارة استيقظت ذات الولاية صباح أمس على وقع دوئي انفجار مروع بسبب تسرب غاز المدينة داخل منزل بحيث عيد عتبة والذي أدى إلى وقوع صابة شخصين بالغين وتسجيل حالتي وفاة لصغيرين وتنقل السيد والي الولاية مصطفى غامير بمعية الأمين العام للولاية وقائد القطاع العسكرية ورئيس أمن الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مكان الحادث ثم إلى المستشفى لمتابعة حالة تكافل بالمصابين وتفعل الجزائريون مع هذا الشاب ودعوا له بالصبر في مصابه الجلل ترجمة نانسي قنقر